رضي الله عنه بعد أن غطته ببردة سوب فاستأزن لعيادته الحديث في مسند أحمد استأزن لعيادته عمرو رضي الله عنه والمغير رضي الله عنه قالت فشددت الحجاب تحجبت رضي الله عنها وأزنت لهما أن يدخل فدخل عمرو رضي الله عنه فكشفت له وجه النبي عليه الصلاة والسلام فعمر نظر إليه وقال واغشيا ما أشد غشيا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعمر أيضا يعني ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم تمر به الدلائل والقرائن التي مرت بأمنا عائشة رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أغشي عليه فيقول وغشياه ويبين ما أشد غشيا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ميتا عليه الصلاة والسلام وبالطبع لم يتحرك لمن جاء لزيارته ثم انصرف هو المغيرة تقول أم نعائشة فلما وصل إلى باب الحجرة قال المغيرة لعمر يا عمر إن رسول الله قد مات عليه الصلاة والسلام فانفعل عليه عمر وقال له إنك رجل تحوسك فتنة أي تخالطك فتنة وكيف تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فأبى عمر أن يدخل في عقله الواعي أن النبي قد مات وسنرى أصار ذلك أبى تماما واشتد في نهره للمغيرة لما قال المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات